موسيقى أهلا بكم أطلقت مؤسسة جينوم للمنظومات الناشئة والشبكة العالمية لريادة الأعمال التقرير العالمي للمنظومة الاقتصادية الناشئة للعام 2020 وذلك خلال أعمال مؤتمر كاوت للنظم الاقتصادية وبالشراكة مع هيئة صندوق العمل تمكين درست مؤسسة جينوم أداء البيئة الاقتصادية في البحرين بالمقارنة مع أكثر من 250 منظومة اقتصادية حول العالم حيث كشفت تقرير عن أن البحرين تتصدر التصنيف العالمي ضمن أكثر عشر بيئات ممولة للأعمال اتساهمت في تطوير بيئة أعمال تقدر بـ 164 مليون دولار بإجمال يقدر بـ 13 مليون دولار في تمويل مرحلة التأسيس في السنتين والنصف الأخيرتين وحول هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج الأستاذ أحمد حسن جناحي رئيس قسم أول الشراكات ودعم العملاء بهيئة صندوق العمل تمكين أهلا بكم من جديد وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد حسن جناحي رئيس قسم أول الشراكات ودعم العملاء بهيئة صندوق العمل تمكين أهلا وسهلا بك سعيد بوجودك معنا مؤسسة جنم للمنظومات الناشئة والشبكة العالمية لرياضة العمال أطلقت تقرير المنظومات الاقتصادية الناشئة ما هي أول شيء هذه المؤسسة جنم وشنو أهمية التقرير التي تصدره والتي حققت فيه البحرين مثل ما شفنا هذه المرتبة المتقدمة بسم الله الرحمن الرحيم وشمسي عليك بالخير وعلى أخوان الساد المتابعين ومشاهديين لبرنامجكم الكريم أتصور كثير مهم أن نحن نتكلم مثل ما تفضلت عن المؤسسة التي أصدرت هذا التقرير أو الجهات المعنية في إصدار هذا التقرير وأهمية هذه التقرير تبعا على ذلك طبعا مؤسسة جنم وستارتاب جنم هي واحدة من أكثر المؤسسات المرموقة في العالم العاملة على مجال إصدار التقارير حول المؤسسات الناشئة اللي زاد من أهميتها هو انضمامها حق الشبكة العالمية لرياضة العمال سنة 2016 الشبكة العالمية رياضة العمال هي أكبر شبكة في العالم المسؤولة عن رياضة الأعمال كموضوع وكمشروع وعندها مؤتمر عالمي يقام كل سنة أو كل سنتين على مستوى العالم العادة يصدر هذا التقرير خلال أعمال هذه المؤتمر طبعا في 2019 هذا المؤتمر كان في مملكة البحرين والله الحمد وشاركوا فيه أكثر من 3000 مشارك من جميع دول العالم طبعا كان مؤتمر ومعرض كان مؤتمر ومعرض نعم طبعا أهمية هذه التقرير تنبع من ثلاثة أوجه وثلاثة أبعاد محدودة أو محدد آسف الجانب الأول هو صدورة من هذه المؤسسات المرموقة وهذا التقرير طبعا يعد أهم تقرير في جانب معلومات الصادرة حول العالم عن البيئات الداعمة لريالة العمال طبعا البحرين من الدول المهمة في هذا القطاع بشكل عام وأيضا من الدول اللي يمكن دخلت على هذا الخط في السنوات الأخيرة ولكن دخلت بقوة هذا التقرير مثال على ذلك أو دليل على ذلك البعد الثاني اللي يكسب هذا الموضوع أهمية صدورة في مؤتمر كاوتش للنظمة الاقتصادية بحكم أن هذه المؤتمر طبعا واحدة من أكثر المؤتمرات والفعاليات العالمية المرموقة في هذا الجانب الأهمية الثالثة اللي يكسبها صدور هذا التقرير وذكر البحرين ضمن كذا تصنيف مهم رح نتكلم عنه إن شاء الله خلال برنامج اليوم صدورة في هذا الوقت في الوقت اللي العالم قاعد يتكلم فيه أنه فيه شح في التلفقات النقدية أربعة من كل عشر مؤسسات اليوم تعاني صعوبات في السيولة اليوم العالم كله قاعد يتكلم عن تأثيرات الفيروس كورونا أو الكوفيد 19 على أعمالها لما يصدر تقرير مثل تقرير جنم اللي تناول البحرين للأمانة في تقرير 2018 وفي تقرير 2019 ولكن اليوم البحرين وصلت إلى مستوى جديد يحتاج أن نتكلم عنه هذا يعطي ويكسب هذا التقرير أهمية بالنسبة لنا في مملكة البحرين لو حين بعد ما شرحنا موضوع ما أهمية هذه المؤسسة أهمية هذا التقرير والشبكة العالمية لريادة العمال البحرين حققت فيه ضمن أكثر عشر بيئات ممولة للأعمال ما جاء في هذا التقرير عن مكانة البحرين ما قامت به البحرين البيئة الحاضنة للأعمال ولريادة الأعمال الناشئة في البحرين تهدي طبعا التقرير يمكن ذكر أكثر من شيء مهم لمملكة البحرين في جانب تكلم أن البحرين من أفضل عشرة بيئات ريادية ممولة للمؤسسات الناشئة في منطقة أفريقيا وشرق الأوسط تكلم أن البحرين واحدة من أفضل عشرين بيئة قامت بتحديث منظومات ريادة الأعمال إلى جانب دول مثل كندا، مثل ألمانيا، فرانكفورت، مثل أستونيا، مثل الإمارات من المنطقة مثلا فهو قاعد يتكلم يضعنا في خانة متصدرة في ناحية تفعيل منظومة دعم المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال إلى جانب ذلك أيضا قاعد يتكلم عن قطاعات محددة كان لها أهمية في هذه التقرير فمثلا يتكلم عن قطاع التكنولوجيا المالية وهذه طبعا لما يتكلم عنها قاعد يتكلم عن مركز المال المرموق لمملكة البحرين في جانب الصيرفة والتشريعات المالية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال وأيضا يتكلم عن المحفزات الموجودة في مملكة البحرين من النظام الضريبي مقارنة بـ 250 منظومة اقتصادية عالمية يتكلم عن دعم الأجور لتقدم تمكين والبحرين بشكل عام من خلال المشارع المختلفة التي أقرتها الحكومة الموقرة وأيضا مرة ثانية إذا نتكلم عن المرحلة التي صدر فيها هذه التقرير معناه أننا أيضا نتكلم عن الحزمة الاقتصادية التي وجهت بها القيادة الرشيدة وفعلتها الحكومة الموقرة في الفترة الأخيرة التي خلت من البحرين لا زالت من البيئات المشار إليها بالبنان في جانب دعم المنظومات الاقتصادية الناشئة أحب للعالم فمرة ثانية تقرير هذه أهميتها تكمن في أكثر من شيء ولا تأثيرات قصيرة وبعيدة المدى بالتأكيد على الوضع الاقتصادي في المملكة يعني لا يمكن أن نصدر تقرير بذات في هذه السنة دون الإشارة إلى تأثيرات جاعة كورونا على الأعمال الناشئة ودور الدول في يعني من خلال على سبيل المثال ما قامت به البحرين وقد أشير له بالبنان على مستوى العالم من حزم مالية واقتصادية خففت من الآثار الاقتصادية الضارة يعني المترتبة على جائحة كورونا ما هو الجهود الوطنية الأخرى التي أدت أن البحرين تحصل على هذا التقرير يعني بالأرقام لدينا على سبيل المثال بأن مملكة البحرين ساهمت في تطوير بيئة أعمال تقدر ب145 مليون دولار وبإجمال يقدر ب13 مليون دولار أمريكي في تمويل مرحلة التأسيس خلال آخر سنتين ونصف طبعا مهم عزيزي أن نحن لما ننظر حق هذا التقرير نخلي في بالنا هذه التقرير الدراسة على حسب ما أشير في التقرير نفسه الدراسة تمت على أكثر من 150 دولة التقرير هذه درس حالة أكثر من مليون مؤسسة حول العالم والتقرير هذه في نهاية اليوم تقرير صادر من جهات مرموقة تقوم بدورها ولها دورها المحلي والإقليمي والدولي من ينتظر هذا التقرير؟ من يأخذ بالنات؟ التقرير هذه طبعا عادة كل المشاركين كل الجهات والدول حكومات أو مؤسسات عاملة في هذه الدول التي تشارك في منظومة ريالة الأعمال تنتظر هذه التقرير لأنها بالنسبة لها هو معدل نموها و معدل تطورها في جانب دعم ريالة الأعمال والمستثمرين بالتأكيد نحن نتكلم عن المنظومة هذه المنظومة تحتوي على الحكومات تحتوي على المستثمرين تحتوي على رواد الأعمال نفسهم اللي حابين يتعاملون مع مؤسسات خارج نظمهم الاقتصادية فأنا اليوم لما أتكلم مثلا مع مؤسسة في البيرو أو مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة من دول العالم سمها ما شئت يعني هذه الدول على أساس تستثمر وتعمل أو تقوم بشراكات مع منظومات تجارية أخرى يحتاج أنها تنظر إلى النتائج الاقتصادية حق هذه المنظومة و لما نتكلم عن عالم ريالة الأعمال و لناها أهمية كبرى بشكل عام مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص تنظر إلى ريالة الأعمال كفرص لأن معظم المؤسسات في البحرين هي صغيرة و متوسطة صح ولكن نحن أيضا لا ننظر لحجم المؤسسة نحن ننظر إلى منظومة اقتصادية عالمية ناشئة اليوم حجمها في مملكة البحرين مرة أخرى هذا التقرير يغطى مملكة البحرين فقط من 2018 ولكن التقارير من هذه النوع يمكن بدأت في العاشر سنوات إلى خمسة عشر سنة الأخيرة لما تقول أن حجم الأعمال لتطوير بيئة أعمال المؤسسات الناشئة في مملكة البحرين وصل حق 164 مليون دولار أمريكي وتفعيلها ب13 مليون دولار أمريكي في تمويل مرحلة التأسيس أنت تتكلم عن ثلاثة أشيار عيسية أولا عن بالرغم من التحديات العالمية اليوم التي تواجه شح السيولة لأنه في مركز مرموق جاذب للمؤسسات الناشئة ليس فقط داخلي قائم على إنشاء المؤسسات ولكن قادر على جذب هذه المؤسسات إلى الداخل هذه واحد اثنين يتكلم عن جهود جبارة قامت بها المنظومة مرة أخرى نحن نقول منظومة ليس بالضرورة الجانب الرسمي ولكن أيضا القطاع الخاص والدور للعبة في تطوير منظومة المؤسسات الناشئة لما نتكلم عن مؤسسات الناشئة نتكلم عن قيم مهمة نتكلم عن قيمة ريالة الأعمال كقيمة عن الابتكار كقيمة لأن ريالة الأعمال دائما مربوطة بالابتكار لما نتكلم عن ريالة الأعمال عن مؤسسات العالم نتكلم عن مؤسسات مثل أوبر أو مؤسسات مثل سكايب أو مؤسسات مثل هذه المؤسسات الكبيرة و الرنانة التي ظهرت في آخر 20 سنة جوجل كانت مؤسسة ناشئة أقل 15 سنة من اليوم تتكلم عن قصص نجاح قصيرة المدى من حيث بدايتها طبعا و لكنها قد تستمر لسنوات و سنوات لا شك فأنت لما تتكلم عن هذه النوع من ريالة الأعمال أنت تتكلم عن فرص موجودة في مملكة البحرين هل هناك نماذج يعني أذكر هذه النماذج العالمية نماذج بحرينية أصبحت ذات صيط عالمي و كأنها منظومة عالمية و لكنها نشأت من البحرين نحن للأمانة في مملكة البحرين يمكن بدأنا من فترة قريبة و لكن في جانب دعم منظومة ريالة الأعمال بشكل عام و لكن المنجزات التي قدرنا ننجزها في هذه الفترة القصيرة مهمة و يحتلل أن نقف عليها و يحتلل أخوان و سيدات و سيدات المتابعين أيضا أن يولونها اهتمام خاص نحن اليوم نتكلم عن منظومة ريالة الأعمال سنفكر مثلا كم مسابقات ريالة الأعمال عندنا في مملكة البحرين و شنو منجزات و منتجات هذه الجواز عندنا جائزة البحرين لريالة الأعمال و خرجين هذا البرنامج اليوم لهم صيت إقليمي على الأقل إذا ما كان دولي عندنا مؤسسات خرجت من رحم بيئة المؤسسات الناشئة في مملكة البحرين و اليوم لهم حضور عالمي عندنا مؤسسات في مختلف المجالات عندنا مؤسسات مثلا أنا للأمانة شوية متردد أذكر اسم ولا لا بس بأذكر اسمين ثلاثة و يعذرون البحرين لا بالأكس أعتقد من المهم نذكر هذه الأسامل احنا ما نروج له احنا نروج للتجربة البحرينية في ريالة الأعمال لا و قاعدين نروج لها أيضا بس أنا القصد أن الإخوان اللي يمكن ما أذكر أسميهم يتأكدون أن نحن معاهم بعد في الصورة ولكن عندنا مثلا مؤسسات قدرة تخلق مدام تكلمنا عن التكنولوجيا المالية عندنا مؤسسات قدرة أنها تخلق منصات للمدفوعات وصار لها صيت قليمي و دولي عندنا مؤسسة مثل سكيبلاينة مثلا قدرة أنها تخلق برنامج أو منصة متكاملة معظم مؤسسات الدولة اليوم في مملكة البحرين بل في المنطقة تعتمد عليها في أخذ المواعيد لا سيما قاعد يتكلم عن الجائحة وفي تحديات في الجائحة عندنا أحد رواد الأعمال اليوم قدر يخلق فرصة وحل جميل حق الأفراد اللي اليوم يتخوفون من الذهاب للأطباء أو الدكاترة على أساس يأخذون ملاحظات أو يأخذون أو يكشفون أو يراجعون الطبيب صار عندنا منصة اسمها دكتوري شباب بحرينيين سواوا هذه المنصة اليوم الشباب ممكن يدخلون عليها والإخوان ممكن يدخلون عليها ويراجعون طبيب اليوم منصات مثل المنصات الرياضية عندنا تمرن عندنا ملاعب هذه كل منصات شباب بحرينيين شتعلوا عليها واليوم صار لها صدع على مستوى إقليمي ودولي وبدأت تخرج صار عندهم فروع في المملكة العربية السعودية ولا في الإمارات ولا في غيرها من دول المنطقة كبران بحريني كبران بحريني بكل تأكيد وهذه طبعا أمثلة ولو أنها اليوم بسيطة ولكن نفتخر فيها لأنها مفتاح لأمور أخرى طبعا لما نتكلم مرة أخرى هي ليس بسيطة أن الحلول التكنولوجية اليوم هي المستقبل أكيد هي المستقبل أكيد وشبابنا اليوم يقدمون حلول يمكن يتكلمون عنها منظومات في دول متقدمة مرة ثانية في بعض هذه المنتجات وبعض هذه المشاريع تم ذكرها في مشاريع كبيرة ذكرت في مشروع مسابقة رواد في القصر في المملكة المتحدة في بريطانيا وفازوا فيها بحرانيين وشاركوا على أعلى مستويات فمرة ثانية لدينا الكثير من النماذج الجميلة التي نفتخر فيها حقيقة كأجزاء وأعضاء في المنظومة في نفس الوقت يحتاجن ندعمها ويمكن نتكلم مع المشاهدين المتابعين عن دعم هذه المنظومة نعم هذه النقطة التي أتبعها لأن البيئات الناشية وريادة الأعمال هي قائمة على الابتكار قائمة على التنفسية قائمة على الخروج عن المألوف وإلا لن تستطيع لأنها صغيرة لن تستطيع أن تجابه الجاينت المؤسسات الكبيرة والقديمة لذلك هي تبحث عن ما هو جديد تبحث عن ما هو مبتكر لكنها تحتاج أيضا لبيئة داعمة تحتاج لجهات داعمة وأعتقد في البحرين لدينا هذه البيئة التي ربما كانت أحد مشاريع إصلاح سوق العمل في البحرين سواء تنظيم أو هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين هذين الذراعين أنتم في تبكين كثير من الأمور التي تقدمها البحرين لتعزيز البيئة ريالة الأعمال والأعمال الناشية كيف يتم هذا الدعم؟ طبعا سؤال مهم وإذا تسمح لي فيه نقطتين مهمتين أنت ذكرتهم في كلامك هذا أبتلي في يوم النقطة الأولى أنت لما تكلمت عن القيم الرئيسية لريالة الأعمال ترأي هي بالضبط هي نفس القيم الموجودة في رؤية البحرين الاقتصادية رؤية البحرين عشرين ثلاثين لأننا نتكلم اليوم عن تنافسية ونتكلم اليوم عن ابتكار ونتكلم اليوم عن توفر هذه الفرص العدالة عن الاستدامة واللي هي نفسها الأشياء التي تحتاجها منظومة مثل منظومة ريالة الأعمال على أساس تقدر تكبر وتنشأ وتأخذ محلها المناسب النقطة الثانية أيضا أن تمكين جزء من منظومة ريالة الأعمال فأنا ممكن أتكلم الحين عن جزئية تمكين ولكن دعونا نتكلم أيضا عن الصورة الأكبر بعدها تسمع لي فعن تمكين مثلا نحن عندنا أوجه رئيسية يحتمل ركز عليها تمكين قائمة أسست من أجل هدفين رئيسيين الشيء الأول دعم البحريني على أساس يكون الخيار الأفضل في سوق العمل ثنين جعم القطاع الخاص حتى يكون المحرك الرئيسي الاقتصاد وهو ما يؤكد عليه سمو سيدي ولي العهد في كل المؤتمرات الحكومية طبعا صاحب سمو وأكيد دائما يؤكد أننا لازم وحتى في كلامة ووجهة للمؤسسات الرسمية أيضا في المنظومة أن دورنا نساعد هذه المؤسسات حتى تصل حق هذه الرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة لنا اليوم فإننا اليوم عندما نتكلم مثلا عن برنامج دعم المؤسسات التي تقدمها تمكين ما هو الهدف مننا؟ الهدف مننا على أساس المبالغ التي جاءت لتمكين تصب في نهاية اليوم في مجال استثمارات تساهم في تطوير أعمال هذه المؤسسات هذه المبالغ يجب أن تذهب في مجالات يعتبر فيها رب العمل أو صاحب المؤسسة هذه رائد العمل قادر أن يوسع ويتخطى المرحلة الحالية التي فيها وينتقل للمرحلة الأخرى طريقة لننظر فيها المؤسسات في تمكين لا ننظر فيها مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ولكن ننظر لها إلى مؤسسات ناشئة معناتها قادرة أنها تكبر وتصير من المؤسسات النامية وتدخل بعدين حق المؤسسات المتوسعة في أعمالها بشكل عام مؤسسة كبيرة تنظر لكل مشروع بأنه مشروع واعد بأنه مشروع واعد قابل منه يكبر وهذا يجب أن نقول صاحب المؤسسة عندما يحصل دعم نجاحك من نجاحنا فنحن دائما نجي معه شراكة تمكين شراكة تمكين دعم تمكين نحن لا نأخذ منه شراكة في الأسهم لا نأخذ منه رأس المال شراكة في النجاح شراكة في النجاح نحن موجودين على أساس ندعم نجاح رب العمل وصاحب هذه المؤسسة أنه ينجح ينجح مع موظفينا وينجح في السوق بشكل عام أيضا نحن عندنا دعم أشار للتقرير اللي اتكلمنا عنه قبل شوي تقرير العالمي للمنظومات الاقتصادية الناشئة وهو جانب دعم الرأس المال البشري عند هذه المؤسسات من خلال التدريب من خلال التدريب ومن خلال الرواتب دعم الأجور برنامج دعم الأجور وهو من البرامج اللي طبعا جاءت نتيجة حق المشروع الوطني التوظيف بشكل عام اللي يطلقه مجلس الوزراء هدف هذه المشروع أن صاحب العمل يقدر يحصل البحريني اللي ممكن يساعده في تطوير مؤسسة وفي نفس الوقت البحريني قاعد يحصل وظيفة ويحصل مجال للتطور ففيه تدريب وتدريب مدعوم من الدولة مئة بالمئة من خلال تمكين طبعا هذه المنظومة ككل شلون بنتها الدولة وقدرة اليوم تقدمها للسوق والمؤسسات العالمية تشير لها بالبنان والتي تكلمنا عنها قبل شوي هو بالضبط نتاج وثمرت رؤية البحرين الاقتصادية مرة ثانية الكثيرين يمكن في العلام يتكلمون عن الرؤية ولكن يحتاج أن ننظر لها نظرة تفحص ونشوف إجمالي التفصيل اللي موجود في هذه الرؤية بشكل عام وشلون قاعدتين على أرض الواقع في بعض الأحيان أنا لوم نفسي أقول لما أطلع أتكلم في التلفزيون مع الأستاذ علي حسين يمكن ما أذكر حق المشاهدين المنظومة بشكل عام وشلون قاعدت تكامل مرة ثانية احنا قلنا تمكين جزء من هذه المنظومة أيضا خلنا ننظر للجهات الأخرى وشلون قاعدت تحاول تدعم اليوم لما السجلات التجارية تقدر في سهولة ويسر في الحصول على هذه السجلات وانهاء إجراءاتهم اليوم لما نتكلم عن وجود مؤسسة مثل صادرات البحرين اللي قاعدت تدعم المؤسسات البحرينية الناشئة والواعدة اللي حابة أنها تصدر وتخرج خارج الحدود المحلية ليس فقط في منتجاتها بل حتى خدماتها معناتها في فرص قاعدت تقدمها من المملكة البحرين لهم على أساس يروحون للفرص القادمة كل هذا يدخل في هذه التقارير لأن تمكين لوحدها لن تستطيع أن تقوم بدعم يعني الأعمال الناشئة والصغيرة والمتوسطة وجود مثل هذه المنظومة المتكاملة يدخل في مثل هذا التقارير يتم قياسه يتم مراجعته كل تأكيد عزيزي يمكن مهم أن نذكر أن التقارير لما ينظر لأي دولة لا ينظر لمؤسسة في هذه الدولة طبعا تمكين عملت مع المنظومة مع المنظمة العالمية ريالة العمال والشبكة العالمية ريالة العمال على أساس لأخذ المعلومات المطلوبة لتقارير جينوم 2020 ولكن كجهة تمثل لكنها لا تحتكر كل العمل أو لا تقوم بكل العمل لا بالعكس أصلا لا يمكن لأي دولة أنها تتقدم في أي منظومة اقتصادية مرتكسة على مؤسسة واحدة ولازم يكون هذا الجزء من جهود وطنية فنجاح هذه اللي قاعد يبرز باسم البحرين هو نجاح لفريق البحرين مرة ثانية يمكن من الأشياء اللي دائما أحب أشير لها على التلفزيون أنها يا جماعة ترى فريق البحرين مو فقط جزئية محددة فريق البحرين هو هذا الفريق العامل على مختلف الأصعدة لبروز اسم البحرين كل فرد هو جزء من فريق البحرين حينما يعمل وينتج ويقوم بدوره الوطني والتنموي الآن التقرير القادم أعتقد أن العالم كله أمام تحدي التقرير القادم لأنه قد يكون هذا التقرير الخاص بالتقرير الأخير هو شمل مرحلة ربع أخير من كورونا في هذا التقرير وثلاثة ربع التقرير يمكن في مرحلة سابقة لأجواء كورونا وتأثيراتها الاقتصادية التقرير القادم قد يكون كله في ظل تأثيرات جائحة كورونا كيف استعدتم للمرحلة القادمة في تمكين وفي الشركاء طبعا اليوم تركيزنا بشكل عام في مملكة البحرين كمنظومة بشكل عام هو حق دعم المؤسسات أنها تتجاوز الأزمة الحالية نحن طبعا في تمكين تفعيلا للتوجيهات القيادة الرشيدة وتفعيلا أو تكاملا للجهود الوطنية التي بدأت الحزمة الاقتصادية لدعم المؤسسات المتأثرة من الجائحة أيضا نحن أطلقنا من جانبنا برنامج دعم استمرارية الأعمال اللي طبعا إذا بنتكلم عن مستوى تقارير دولية وهو اللي أشار عليه التقرير الأخير يتفضل فيه معالي وزير المالي والاقتصاد الوطني صحيح مرة ثانية لما نتكلم عن تقارير دولية اشقد تتفضلت فيه اشقد الكثير من المؤسسات والدول قاعد تقارن ما تقدمه مملكة البحرين وما تقدمه الكثير من دول المتقدمة على مستوى العالم وتشير إلى ما تقدمه مملكة البحرين اللي أطلقناه شهر أربع شهر ثلاثة آسف نهاية شهر ثلاثة ودعمنا فيه أكثر من عشرين ألف مؤسسة قدمت لهذا البرنامج أيضا أطلقنا محفظتين أخريتين على مستوى الأفراد اللي تأثروا بالجائحة على مستوى أصحاب الترخيص سواق الأجرة والباصات الأهلية والمعلمات رياضة الأطفال هذه كجزئية أولى عندنا الجزئية الثانية اليوم أيضا عندنا توجيه من لجنة تنسيقية التابعة المنسي الوزراء برئاسة سيدي صاحب السمو ولي العهد الناب الأول رئيس المنسي الوزراء لتقديم هذا الدعم بشكل أكبر حق القطاعات الأكثر تأثرا أيضا عملنا في الفترة الأخيرة على استحداث برنامج للدعم الاستشاري للمؤسسات اليوم يمكن بعض المؤسسات لليوم قادرة أنتم تقدموا الاستشارات ما السابقة نقدمها من السابقة خاص بالفترة هذه الحين شغالين على مجموعة برامج التي تساعدهم في الفترة الحالية يعني دعم مالي واستشارات طوق نجاة في هذه الفترة الصعبة قدر الإمكان نحاول نقول الدعم المالي قد يساعدك أنك تستمر في الفترة الحالية لكن هل التغييرات التي صارت في الاقتصاديات بشكل عام التي تتناولها مثل هذه النوع من التقارير هل فقط تقول أن هي فترة وتعدي أم أن المنظومة الاقتصادية قاعدة تتغير إذا المنظومة الاقتصادية قاعدة تتغير معنات اليوم رواد العمل لازم نفكر بطريقة أخرى في الفترة القادمة ورواد العمل هم الأكثر مرونة قدرة على التحول وهما المبتكرين نحن لا نعلمهم كيف يبتكرون نحن فقط نفكر معهم ونفتح أوجه التفكير الجماعي في ما هي المرحلة القادمة هل اليوم التعليم تعليم فقط دراسي ولا مثلا تفضل ساعدة وزير التربية تتكلم عن التعليم عن بعد وأهميته في المراحل القادمة ومستقبلا اليوم هل البيع وصناعة الأطعمة فقط مطاعم التقليدية ولا لازم نفكر بطريقة أخرى على أساس نفكر في الاستدامة التي هي مرة ثانية واحدة من أحمدت رؤية البحرين 20-30 فإذا نفكر في الاستدامة في المرحلة القادمة هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نركز عليها ونوعي القطاع الخاص لا سيما المؤسسات الناشئة أن نتضعها في عين الاعتبار هذا دور الحزمة أو الجانب آسف الخاص بتمكين في المرحلة القادمة بالإضافة إلى الدعم المادي طبعا أيضا في تمكين نعمل على الكثير من الأمور التي نطور فيها برامج نسهاب التي كانت موجودة في هذه الجائحة وماذا نستطيع أن نطورها على أساس تتوائم مع المرحلة القادمة الشيء الذي يسوى نذكره طبعا حق الأخوان المتابعين لسيما رواد الأعمال وهما شيء يعرفون يمكن تمكين موجودة ليس من أمس موجودة اليوم من 14 سنة تقريبا تمكين دائما مكانة مؤسسة ديناميكية تتغير مع متغيرات السوق استراتيجياتنا دائما تأتي مواكبة حق النمو في 2015-2016 العالم يتكلم عن مرحلة ما بعد اقتصاديات النفط 2018 استراتيجياتنا جاءت مواكبة لذلك طبعا استراتيجياتنا 2018-2020 هذه سنتها الأخيرة معناها تليوم احنا قاعدين نفكر في استراتيجياتنا القادمة 2021 وما بعد ذلك اكيد لازم نتوائم ايضا ثورة تكنولوجية المعرفية الصناعية الرابعة يعني كل تلك اللي ما بيتغير لن يبقى يعني اللي ما رح يغير جلده لي يتطور وليواكب يعني خاصة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة قد يلاقي يعني شركات كبيرة ومؤسسات كبيرة على مستوى العالم ما قدرت تصمت في فترة قصيرة فما بالك في يعني الصغيرة اللي يجب أن تتغير تمكين لا تأتي بنافسها وتضع استراتيجية تمكين استراتيجيتها تأتي من السوق احنا طبعا عندنا لقاءات استشارية سنوية نتشارك فيها مع الجمهور ملاحظاتنا ونسمع منهم ملاحظاتهم وعلى اساسها نضع خطتنا السنوية ونضع خطتنا الاستراتيجية عندنا فرق استشارات داخل تمكين ممثلين للقطاعات رواد أعمال وأصحاب مؤسسات بحرينيين أصحاب مؤسسات بحرينية ويون ويكلموننا عن مشاكلهم وهمومهم يمثلون فيها نفسهم وبقية أقرانهم في السوق على اساس إحنا نطور على اساس حلول هناك مشاورات دائمة بينكم دائما وبين رواد الأعمال كل شكر لك سيد أحمد نبارك للبحرين طبعا هذا التواجد المشرف دائما فيما يتعلق بريادة الأعمال على مستوى العالم قد لا تكون تجربتها هي الأقدم لكنها من الأكثر تميزا عالميا وفي المنطقة ثلاث رسائل سريعة أولا نصالت شكر لكم طبعا على مواكبتكم لنا في مثل هذه المشروع وغيرها من البرامج لتقدمها تمكين طبعا الرسالة الثانية هي رسالة تهنئة لمملكة البحرين قيادة حكومة وشعبا لا سيما رواد الأعمال على صدور مثل هذه التقارير التي تأكد على مكانتهم والرسالة الثالثة هو تأكيد للسوق ندري أننا اليوم في فترة صعبة في فترة حارجة تمكين وجدت لمثل هذه الفترة وإن شاء الله راح تستمر في دورها المنطب يعطيكم العافية شكرا جزيلا كما أشكر لكم مشاهدين وحسن المتابعة نلتقي في حلقات قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة